دي بقى يعني المغبوزات المفضلة عند الصغار والكبار يعني ما فيش حد ما بيحبش البيتزا هنعمل بيتزا عملاقة تنفعك بقى تعمليها مرة واحدة علشان اللونش بوكس وتحطيها للولاد كده طول الاسبوع تعمليها مرة واحدة وتريحي نفسك طول الاسبوع او لو عايزة تعمليها غدا هتبقى حاجة لطيفة خالص نص كيلو من دقيق المغبوزات او دقيق بيتزا معلقتين كبار من اللبن البودر معلقة كبيرة من السكر معلقة كبيرة من الخميرة نص معلقتين زيت ومعلقة من الخل وعجيني كده بكباية ونص من المياه الدافية ما تقلوش هكتبلكم المكونات في كمت تمام؟ اعجيني بقى بيكباية ونص من المياه الدافية هتلاقيها لزاقت كده معاكي رش رشة بسيطة خالص من الديق وابدقي بقى عجيني هي هتتلم وحتبقى حلوة طلعي غير للك كله في العجينة اعجيني كده وياضرابي فيها لازم يعني تعجيني فيها كويس قوي عشر دقائق لحد ما تبقى لينة وطرية كده زي ما انت شايفها وطبعا بقى العجن ده بقديكي يعني الجوانتي ملوش مكان هنا معانا لازم كده تطره وتبقى حلوة كده جيبي بقى الطبق اللي كنت بتعجيني فيه ودهنيه دهنة بسيطة خالص من الزيت عشان العجينة ما تلزقش فيه ويوش العجينة زيت ويغطيها بكيس او بستريتش وبعدين فوطة حطيها تخمر في مكان سخن ساعة تقريبا ساعة بعد ما تخمر لميها زي ما انت شايفة كده وهاتي اكبر صاجة عندك ده الصاج بتاع الفرن الاسود ده اخسليه كويس ودهنيه بالزيت كده بالفرشة وبعد كده هاتي العجينة وبدأي افريدي من جوه لبره وحاولي تحافظي على الاطراف تفضل شكلها زي ما هو افريدي كده لو حاجة قطعت معاكي لميها بايديك وبصوابعك كده مش هيحصل حاجة ده عجين وكده كده بيت لم اهو العجينة فردت كل الصاج الصاج الكبير خالص بتاع الفرن هنعمل بقى بيت زاية كبيرة مرة واحدة تجيبي بقى الشوكة وتشويك العجينة زي ما انت شايفة كده علشان ما تعلاش معاكي وتبقى عاملة زي الكيك خلاص هنجيب بقى كاتشاب او اي نوع صص تحبيه انا بحب الحاجات السريعة هجيب كاتشاب لو عايزة تحطي عليه ريحان وزعتر حطي احنا مش بنحبه فانا مش هحطه ادهني الكاتشاب كده بالفرشة وما تقطريش يعني هو حاجة بسيطة انا جبت بقى ميكس بين جبنة رومي جبنة تشيدر احمر وروز بيف او لانشون قطعتهم وكعبات الحاجات دي كميات بسيطة خالص والله ما كلفتنيش يعني مبلغ كبير يعني ما تفتكرش ان الحاجات دي كتير لا ده كميات بسيطة خالص حوالي اربع شرايح من الجبنة تشيدر واربع او ست شرايح من الروز بيف وكذلك الجبنة الرومي وبعدين بقى فلفل الوان وفلفل اغضر وزاتون وبعد كده المتزرلة المتزرلة لازم تبقى بدرجة حرارة الغرفة ولازم تبقى لبن طبيعي عشان تديكي نتيجة كويسة التسوية بسخن الفرن الاول وبعدين بعمله على درجة حرارة 200 حط البيتزة على ارضية الفرن اول ما تاخد من تحت اللون احمر او دهبي زي ما انت شافي كده تطلعيها على الشوائع علشان الجبنة بس تاخد لون وبدأ يلف في الصق كده كل شوية لان الشوائع بتبقى في النص كله هياخد لون واحد فبفضل للف كده واستنى لحد ما كله ياخد لون واحد كل ده بياخد عشر دايما بياخدش وقت خالص خالص البيتزة ما بتاخدش وقت في الفرن لازم تفضلي قاعدة جنبها عشان ما تنشفش ولا تتحرق طلعيها بقى وقطعيها زي ما تحبي ممكن تقطعيها شرايح كده مستطيلات او مسلسات صغيرة زي ما تحبي بقى دي بقى هتعمل معاكي اطباق كتير جدا 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 تقدري تحطيها في اللونش بوكس لمدة اسبوع يعني دي هتوفر معاكي وقت ومجهود الصبح جامد قوي يعني هتقف كده تشتغلي ساعتين توفر معاكي الاسبوع كله شايفين حلوة جدا جدا وكل الولاد بيحبوها بس اهم حاجة وانت بتروسيها في الاطباق او في علبة بالتلاجة علشان تحطيها في الفريزر ما تروسهمش فوق بعض يعني ممكن تحطي راق مثلا تحطي فوقي ورق زبدة او استريتش انا بحطوا كده بفردهم في علبة او في الاطباق هوريكو في اخر الفيديو وبحطها في الفريزر تقدر يبقى تطلعيها تسخنيها في المايكرويف 30 ثانية في 30 ثانية وما تزودش الوقت عليه عشان ما تنشفش او تسخني الفرن وتطفي الفرن بعد كده وتحط البيتزا هي هتسيح وتفك مع سخونة الفرن او على البتاجاز في طاصة على نور متوسطة وغطي الطاصة بس كده هتلاقي جبنا ساحة والبيتزا استوت سوري تسخنت وبقت زي الفل بصراحة فكرة تحفة وموفرة جدا في الوقت لو عجبتكم اعملوا لايك وفولو وبعتنسوا الشير انا بحبكم باي باي